إذن أنت يوم السابت تونس مع أستراليا آه دي بتاعت محمد الشناو دامور جوي رب العبورة آه 18 تونس مع أستراليا وفرنسا مع الدنمارك تونس مع أستراليا توقعك إيه؟ إن شاء الله تونس تكسب بإذن الله تونس تكسب علي معلوله زميله يعدوا؟ أنا تفاجهت أنه علي معلوله بداش المبارد دامانة شديدة صح هو يعني جايب لعيب محترف بص كلها وجوه جديدة يعني تحس المنتخب تونس اتجدد بنسبة كبيرة جدا عنده دكة كويسة ها خبراته موجودة مباراة استراليا في غيط الصعوبة مباراة سهلة خليبانك برضو لكن يعني لابد يكون في قمة التركيز لاستفادة من التفاصيل الصغيرة جدا بإمكان المنتخب التونسي يكون عنده التفوق ككرة أفريقية قوية بخبراتها ومشاركتها الكبيرة يعني إن شاء الله يستطيعوا إنهم يستفيد من الفرص إن شاء الله إنهم يعدوا إن شاء الله المباراة دي لأن الفوس في المباراة دي هيبقى حاجة كبيرة جدا قبل مواجهة فرنسا لأنه فرنسا وديمارك هبوس تكسير عزام هبوس الاتنين دون هتبقى اللعبة على المركز التاني ما بين تونس وديمارك لو فرنسا كسبت هتبقى اللعبة ما بين تونس وديمارك هتبقى فرنسا صعدت والتنين يتخانوا على المركز التاني وده تقريبا نفس الموقف في المجموعة السادة لأن المجموعة السادة الحية وسود الأطلس بقى عملوا مباراة هيلة جدا مع كرواتيا تعادل الأشقاء في المغرب بمباراة رائعة مع كرواتيا وعندهم مواجهة يوم الحد صعبة جدا مع بلجيكا منتخب مصر من نفسه في مباراة دي في الكويت جرح لهم كبرياء بلجيكا وحسس المغاربة أنه البلجيك ممكن يكونوا في المتناول هل في فرصة قوية للمغرب؟ طبعا الأربع منتخبات سواء بلجيكا ثلاث نقطة كرواتيا نقطة المغرب نقطة كندا ولا نقطة أنا شايفهم في مستوى بعض فدي ميزة لأي فرقة وهتظل المجموعة دي من وجهة نظر الغاية آخر دقيقة يعني كندا اللي اتغلبت من بلجيكا أنا شايف أن كندا كندا كانت عاملة أكتر من ضعف محاولات بلجيكا في المطش صحيح وكندا قدمت أداة كويس رغم كده بلجيكا كسبت برضو بفرق الخبرة عندها حارس مميز زي كورتواء قدر يتصدر رقلة جزاء فقدر أنه يكسبهم طبعا كرواتيا والمغرب الفريتين برضو شايفهم كانوا في مستوى يعتبر في نفس ما فيش فرقة تحس أن هي كعباء علي على المجموعة فهتحس يعني ممكن تلاقي مثلا المغرب تكسب بلجيكا ممكن تلاقي كندا المغرب وبلجيكا وكرواتيا وكندا يعني مش شرط ممكن تلاقي المغرب كسبت ممكن تلاقي كندا كسبت يعني الأربع فرق محدش يقدر يتوقع لأنهم كلهم في مستوى بعض يعني ما فيش فرقة فيهم أعلى من التانية فعشان كده كل الأربع فرق حتى كندا عندها فرصة في التأهل لسه طبعا أنا شايف المنتخب المغربي في حراسة المرمى طبعا ياسين بونو واحد من المنتخب المغرب قدام كرواتيا كان برضو بلعب بالأربعة واحد أربعة واحد وليدي الريكراكي مدرب منتخب المغرب بيحاول أنه يدعي المساحاته بلعب في وسط ملعبه وقفل زواية التمرير بيستخدم يوسف النصيري دايما عمله ترسانة في وسط الملعب بشكل كويس جدا أنهم من خلال سوفيان مرابط لعيب ممتاز سوفيان مرابط اللي في وسط الملعب ده اللي بلعب في بيرنتينا الإيطالي عز الدين أناحي وقام الله اللي هو في وسط الملعب التلاتة اللي في وسط الملعب ويخلي الباكرايت زي ما احنا شايفين في الصورة كده هو اللي يزيد عشان يقدر يبني الهاجمة لأنهم فشلوا في بناء أي هاجمة قدام المغرب يعني كرواتيا وصل استحوازها في المطش ده الـ 65% ولكن عملوا كم محاولات دون محاولات اتنين محاولات صحيحة اتنين محاولة صحيحة بس طوال التسعين دي على المغرب وده يأكد نجاح المغرب في أن هي توصل يعني أن هي توصل لمرمى المغرب أصل بس إيه دي كرواتي بتاعت 2018 لا أقل بس يظل النجوم موجودة يظل النجوم موجودة الكرة اللي فاتت دي سوفيان مرابط شهالها من على الخط عشان كده بتكلم أنه مرابط ده لفوسط الملعب اللي هو شهالها من على الخط طب انت ما شعرتش مع أنا ما شعرتش أنه ركراكي خايف هو هو خايف طبعا خايف بس عنده مشكلة مشكلة المغرب في التحولات صحيحة سوفيان بوفال بيزود الكرة كتير جدا ما ظهرش بشكل لسه رغم أنه لعيب مهارية ومنحرف اللعيبة في أفريقيا حكيم زياج برضو لسه مش باين يوسف النصيري المكلف بأدوار دفعية بيه في الزواجات التمرير على اللعيبة الوسط فتحس لسه حتة التحولات مش أحسن حاجة